وسط تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية تمعن ميليشيا الحوثية الإرهابية في حربها الاقتصادية ضد موارد الحكومة ومختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد التي تنعكس بشكل سلبي على تضخم أسغار السلع ومفاقمة الأزمة الإنسانية وبعد أن تمكنت ميليشيا الحوثي من تضييق الخناق على الحكومة في مواردها العامة متسببة بأزمة مالية حادة وضغوط متزايدة على خزينة الدولة ها هي تضاعف من نسبة تحصيل الجبايات الجمهورية والضريبية على التجار بشكل جنوني مما يؤثر على ارتفاع أسعار السلع ورفع منسوب التضخم في البلاد بشكل عام إجراءات ميليشيا الحوثية الأخيرة في تضييق الخناق على التجار والمستوردين عبر موانئ الحديدة تدفع بانهيار ما تبقى من هامش تجاريا في مناطق سيطرتها وهو ما تسعى له الميليشيا من أجل إعادة تغيير تركيبة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها عبر الإحلال والاستحواذ وسبق هذه الحاملات الممنهجة ضد القطاع الخاص إجراءات قاسية ضد القطاع المصرفي حيث حظرت على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدا لبيع العملات الأجنبية والتي ينفذها البنك لتوفير عملات خارجية للمستوردين لتغطية احتياجهم من النقد الأجنبي وتقليل حجم المعروض النقدي من العملة المحلية في سوق الصرف ومنذ انقلابها على الدولة فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات مستهدفة للقطاع الخاص من خلال النهب المنظم لأموال البنوك بما فيها التجارية والسيطرة على المؤسسات المالية في البلاد منها فرض ميليشيا الحوثي في 2019 على البنوك التجارية في اليمن دفع جباية تصل إلى 30% من الأرباح بحجة تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ومارست إرهابا منظما على هذه المؤسسات باختطاف موظفيها والبدء بتلفيق التهم لها لإجبارهم على الدخل